موسيقى كثر الكلام في الفترة الاخيرة على الامام البخاري وعلى صحيحه وعلى بعض الاحاديث الواردة فيه فلماذا البخاري بالذات ولماذا هذا التوقيت الان ما هي المحنة التي مر بها البخاري وقضى نحبه على اثرها وما هي المناظرات التي خاضها وكسب فيها قصومه ومن يتعارك معه كيف ألف صحيحه وما هي القواعد التي انتظمت فيه الاحاديث في صحيح البخاري من هو البخاري وما قوات حفظه وما مكانته وأسئلة أخرى كثيرة متروحة مع حضرتكم على البساط البحث في هذه الحلقة الاستثنائية من برنامج القضية موضوعنا البخاري وصحيحه في ميزان النقد ضيفنا الدعاء الإسلامي الكبير فضلت العالم الشيخ الأستاذ الدكتور محمد الزغبي أهلا وسهلا عليكم صاحب الفضيلة كيف أخبركم العالم برضو شكو مش حول المقدم العالم الجليل فضلت الدكتور محمد وأنا أحبك في الله أحبك الذي أحببتني فيه وشمعني بك في المستقر اللهم أرد عليك مولان لكم اسقطات طيبة حقيقة يعني ترضيني أنا شخصيا وبالقاطة ترضي الكثير تخنجك طيب كلامك طيب لك نظرة تجمع بين العقل والنقل تتعمد هذا يا مولانا تحول النقل إلى مناقشة بالعقل هذا مستقراته عندي وهذا حق أشهد به بل وأدعو الله جل وعلا أن يمدني أكثر فيه وأكثر وأكثر حتى لا أكون من المتجمدين الذين يصطدمون بأعداء الدين ولا يأتون بثمر على الإطلاق لصالح هذا الدين بارك الله فيك وأحسن الله عليك البخاري وصحيحه في الميزان بداية من يتكلم في الإمام البخاري تمام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين على محمد وآله أجمعين وبعد من يتكلم في الإمام البخاري حق لكل إنسان أن يتكلم فيما يعلم وحق لكل إنسان أيضا أن يختلف مع الذي يتكلم عنه إذا كان يتكلم في بابه لكن بضابط أن يكون الكلام مبنيا على الخير لا على الشر ولذلك هناك قاعدة تقول جازل طويل بالعلم أن يختلف مع العالم أي كان قدر العالم ولكن بأدب الاختلاف بنصيحة بناءة أو بكلمة هادفة ولا يكون الاختلاف معولا لهدم هذا العالم ولا يكون معولا بدليل أن النبي أنصف أعداء أعداء الله والشيطان لما قال صدقك وهو كذوب لما صدق ما بخسه حقه قال صدقك والأصل أنه كذوب على وزن فعول إذن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الإنصاف فضلا عنه أن الإنصاف حتى لو كان كارها لإنسان لا يحول الكره أو لا تحول الكراهية بينه وبين أن يقول الحق عن هذا الإنسان يعني مثلا هذا الإنسان عالم وكبير وفحل في بابي أنا أنصفه في هذا الباب لكن حينما أكون جاهلا وأكون أعمى البصيرة فإنني أسحك تاريخ من أتحدث عنه مطلقا وإذا كربنا يقول ولا يجري من لكم شناء نقوم على أن لا تعديلوا اعديلوا هو أقرب للتقم حتى ولو كان مع أهل الكفر ولذلك أهل العلم يقولون من يتحدث علمنا القرآن أن من يتحدث في باب بعينه لا بد أن يكون من أهل التخصص قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ربنا اللي علمنا كذا ولذلك محمد عبده رحمة الله عليه بوزنه وقامته عليه رحمة الله لما كان في دول الغربي وقيل له أنت تقول أن الإسلام شمل كل شيء وأن الإسلام حوى كل شيء ما فرطنا في الكتاب تمام فهل محترامي تناول رغيف العيش قال نعم حينما أريد رغيف العيش علمني ربي فقال فاسألوا أهل الذكر أي الذي يقوم بهذا الأمر والمتخصص فيه لكن أنا عالم في العلم الشرعية سألني في علم الشرعي وهذا هو الاحترام المطلق وهذا هو الإنصف المطلق ولذلك من يتكلم عن الإمام المخاري الإنسان كما تلع من دكتور محمد عدو ما يجهل صحيح عدو ما يجهل يعني ديك مثال كنا في مصر دكتور محمد قبل ما الإعلام المسموع يظهر اللي هو الإذاع الإذاع أول ما جابوا الراديو في مصر أنا اسمحتهم الشيخ شعراوي رحمة الله قال الناس لا 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 عفريت شيطان نعوذ بالله شيخ خلينه بيوتنا أنا شيطان يتكلم شيطان يتكلم عفريت يتكلم لما سيبه عصد محمد رفعا بيقرأ فيه القرآن أنا لا دا مش شيطان دا ولا عفريت جميل في القرآن جميل ورائع صحيح كده صحيح إذن الإنسان عدو ما يجهل لما ظهرت الأطباق يا دكتور الدش في المملكة العربية السعودية كان البعض من البسطاء يجيبه البتاع ويدربه الدش على البيوت بالنار ظهر أي نعم أن هذا من باب الأمر ينعرف النهي عن المنكر الله لما الأشياخ الكبار علموا الناس أن هذا يحوي الخير والشر ضعوا فيه الخير محترام وأغلقه على الشر فيه سليم ثم بعد ذلك وجدوا الأشياخ زي ما أنا وفضلتك إحنا موجودين أو محترام نتكلم من خلال هذه النعمة صحيح لأن هذا شيء مباح في الأصل الأصل في الأشياء اللي باحها ما لم يرد نصب التحريم طيب هذا الشيء مباح أنا أحاوله إلى حلال أو إلى حرام نعم أنا معايا سكين أنا مستعمل في تأشير البطاطس في ذبح الدجاك إلى آخر هذه الأمور أو في القتل أو في قتل المجرم اللي هو اللي جاي وقاتلني بضوابة شرعي لكن لما استعمل السكين في إيذاء الآخرين أو في ذبح الآخرين أو في ظلم الآخرين بأي جرام خلتك حولت من حمل حلال يعني في حد ذاتها لا تحرم مثلا لكن الاستخدام الإباحة الاستخدام هو الذي يوهر هو الذي يوهر طيب طيب إحنا نيجي الوقتي أنا محمد الزغبي هايجة أتكلم الوقتي عن الجراحة جراحة الموخ والأعصاء مرفوض محترام غير مقبول مش قاله مرفوض وربنا لا تلاقي وزر الصحة جاب لي من النائب العام خطار مش حابس وإنساني بقى إنساني زي ما كان يقوله إنساني وخل عنواني وفيش عنوان كمان فطيب لو أنا تكلمت في الهندس نفس النظام طيب لو تكلمت في أي مجال من هذه المجالات نفس النظام طيب يا أخي هذا الدين الأصل فيه الله يبارك في عمرك طيب هو الدين حكرة على حد يا مولانا لا كل المسلم له حق أن يتكلم في دينه طيب ولكن بضابط بضابط إحنا أمه البلاغ سليم يعني من النبي يقول إيه حدثوا 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 عن بني إسرائيل ولا حرج بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج خلي بلك يا ربنه لما يقول بلغوا عني لها ضابط من قال علي ما لم أخل فليتباو مقعدهم من النار من كذب عليها متعمدة فليتباو مقعدهم من النار خلاص بضابط طيب النبي يقول لي مثلا خذوا عني مناسككم يبقى منفعش لا أزيل ولا أنقص ولا أبدل ولا أغير ده أنا خلاص تابعا وبعدين هذا أمر توقيف يعني أنا بيقول إيه صلوا كما رأيتموني أصلي واحد تاني يقول لا تعالى فإحنا لنحق نتكلم في الدين الصلاة في اللغة ببعنا الدعاء الصلاة في الإصطلاح أقوى من وأفعال مبتلأ بالتكبير مختتمة بدعاء وتسليم خلاص الدعاء اللهم كريموا يحفظوا أنا صلاتي الحمد لله رب العالمين خلاص خلاصي الحمد لله من غير وضوء ينفع ننفعش أي حد يتكلم بها في هذه الأمور صحيح ولكن إذا تمكنه وتثبته مما يتكلم فيه نعم ومأجور طب هناك مثلا من خريجي الأزهر وهي يعني مؤسسة دينية عريقة من يهاجم أصلا البخاري يعني ويقضع فيه أيضا أشوف أصلا وهو على علمه معهم شهادات ماجستير ودكتوراه وخريجي الأزهر وفي نقطة مهمة جدا الأزهر مؤسسة دينية عريقة أنا لم أقصد مؤسسة في حد ذاتي أنا أقصدت حامل علم شرعي أنا أقصد حاجة ثانية أقصد حاجة ثانية والأزهر فيه تفاوض بين أبنائه فيه العالم وفيه غير العالم فيه المتخلف وفيه الإنسان الصالح جدا إلى آخر هذه الأمور ويخرج من الأزهر أيضا الشاذة ما احترامي طيب الأزهر ما احترامي لا نحكم لكل إنسان تخرج من الأزهر حتى ولو بشهادة شهادة الأستاذية إن ده إنسان خلاص تمكن أو صار كذا لا على الإطلاق ولو حتى كان رئيسا لقسم كذا ربما كان جاهنا فيه خلت بالساعتك واشيك ميزو مش خرينك أزهر أنا معرفوش الفضيلتك بتقول عليه وهو معمم ومكوكل هذا اللباس الأزهر لا يلبسه إلا من أزهرية أنا فيه نقطة مهمة جدا أنا قلت بالساعتك كل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقير لهم بذلك زي إيه أنا مجيب بلطيجي الوقتي ويقول لأنا مسل ويسب بالدين إلى آخر هذه الأمور أنا مستجر أتخدم معها على الإطلاق الرجل ما كان مسلم خلت رأي على الإطلاق واحد ثاني أعني يغمز للنساء يتعرض للجواري إلى آخر هذه الأمور ولأنا مسلم ما أعطرش يخرجه على الإطلاق خلت رأيها ذك زي لكن بقول أبا الله جل وعلا إلا أن يحدث التفاوتة أو أن يخلق التفاوتة في القلوب والعقول هذا إنسان محترم مفتون هذا إنسان قول إيمان هذا إنسان جاهل وهذا إنسان كيد وفي النهاية الأمر وظيفة في هذا الزمان الأمر وظيفة في هذا الزمان إذن من يتكلم عن البخاري عشان أجل على ديها أيها من؟ الذي يتكلم عن البخاري هم أهل التخصص بمعنى بمعنى ماذا أهل التخصص؟ بمعنى بمعنى الأول عشان ما أقول لك ده أنا بحجر أو بحجر وازع أنا بقول للأمة كلان يتقرد صحي البخاري تمام ولكن ليس لأي إنسان أن يجتهد في صحي البخاري وأن يرد على البخاري إلا إذا كان من أهل الصنعة يعني ماذا تعني بأهل التخصص بمعنى يا دكتور أن يكون يخرج مؤسسة دينية لا 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 ستنا من اللي أغاني شوف يا دكتور هقولك حاجة بسطة جدا أنا ما أقولك هذا الكتاب كتاب حديثي يبقى لابد اللي يتكلم فيه يكون درس الحديث رواية ودراية إن ما كانش عنده علمي بالحديث رواية ودراية وامتلك الآلة أقوله ما احترامي تشوفين أي حاجة على الإطلاق يعني أنا هجيب واحد عامي مع فضيلتك لواتي يبقى ميني وبينك هنا وأقوله عرفش الحديث المعلق يا بتاع كنت تلاحظك إزاي؟ مش هي عرف أي حاجة على الإطلاق ما يقدرش يقولي الحديث المعلق هو ما سخت من أول سنة الليلة لون فأكثر كنت إلى آخره ما يعرفش ما يعرفش يقولي أفضل حديث إيه ما يعرفش يقولي إيه الفرق بين التخريج والتحقيق ما يعرفش يقولي ما احترامي كيف أضع رتبة الحديث عشان أحكم عن الحديث كيف ما يعرفش أي حاجة في هذه الأمور فأنا لهذا أن يتكلم عن البخاري الذي جمع الصحيح إذن من يقرأ البخاري نقول الأمة تقرأ البخاري تمام من يعمل ما في البخاري الأمة تعمل ما في البخاري لكن من ينتقد البخاري أو يرد ما منعناش تمام الإمام ضرقت في الإلزامات والتتبع يا دكتور تمام انتقل الإمام البخاري ورد في أحاديث على الإمام البخاري في الصحيح نعم صحيح الشيخ الألباني يعني صحيح البخاري فيه كلام شوف شوف يا دكتور أو عليه كلام أوضحه الشيخ الألباني رحمة الله عليه 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 رحمة الله أولى من المتاخرين عشان ما جيبش حد من المتخدمين بقى وطول في دين تكلم في بعض الأحاديات في صحيح الأمام البخاري خدت بالحضر لك إزاي لكن هذا الرجل يجيد الصنعة وامتلك الآلة معين أدوات أدوات الاجتهاد يسمع له مثلا أحسنت وفي نقطة مهمة جدا هي أنت عارف أني وضع ردباني مدارس ممكن فيه مدرسة لا تجنح إلى الصحة هنا المدارسة الثانية شروطها بتختلف عنه هي عمليات نسبية مختلفة أيوة إذا ردبة الحديث نسبية متفق علامة الأمة طب أنا وزرعت فضلتك على الشيء فضلت الإمام معذرة تانية هناك من العلماء بالفعل من يتوقف عند بعض الأحاديث الموجودة في البخاري مثلا يعني من العصر الحديث دكتور صبح منصور مثلا يأخذ موقفا بعض الأحاديث الشيخ رشيد رضا له قراءة وتفسير وعلم بعض الأحاديث يردع ويتوقف منها أو يقف عندها هذا قديم وهذا حديث والاثنان نحسب هما على علم هذا خري كذا وهذا درس لكذا نقض الجاهلي ونقض العالم كيف نفهم هذا في السيقيات الذي يحدث فيها أحسنت إيه كنا وصلنا الصح أول حاجة بنأصل كده دكتور عشان نستفقى ماشى معنا بمعلومات منظمة بنقول يا جماعة البخاري هو إمام حافظ علامة أمير المؤمنين في علم الحديث لكن ليس بنبي وليس بمعصوم ولمهمة جدا وحينما أقول ليس بمعصوم أي أنه يأخذ من قوله ويرد عليه لأن العصم انتهت بموت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم هذه نقطة في غير الأمين كتاب البخاري كتاب عظيم طلقته الأمة بالقبول لكني أقف عند قول الله جل وعلا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا إذن أي كتاب بعد كتاب الله جل وعلا يوجوز النظر فيه بالأخذ والرد لكن لمن؟ لأهل الاختصاص لأهل الاختصاص من العلماء الكبار الذين كانوا في موازات الإمام البخاري أو يتفوقون على الإمام البخاري والأمة أجمعت في زمن الإمام البخاري على أنه الأوحد وليناهز وشهد له القاسي والدان وشهد له التخصص بالانفراد وانا يبدو لديه من خلال المناظرات اللي تمت مع الإمام وبشهادة أئمة هذا الباب طيب في نقطة ثانية لو قالي من الدارسين في مثل هذه الأيام أتحجر لا لا أتفضل انظر في الكتاب فلما تجي تقول لي مثلا إيه والله أنا وقفت على حديث إن الإمام البخاري ورأيت الضعف في هذا الحديث أقول لك آتي بأهل التخصص فضل تعالى اتفضل اعرض لي ما عندك أيوة فإراجل لي والله الحديث ده كت 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 لو أن أهل التخصص أجمعوا أجمعوا واتفقوا معهم على أن الحديث به خلال محترامي وليس شرطا مختلف عليه بين هذه المدارس على الإطلاق وأن العيب أو أن الخلل هذا يؤدي بالحديث إلى الضعف أقول لجزاك الله خير أقول لجزاك الله خير وهل من حق العلمية لأن أن يطلقوا مثلا على بتضعيف حديث في صحيح البخاري في نقطة مهمة جدا أم لا يجرؤون على ذلك لا لا في نقطة مهمة أم لماذا يأخذ البخاري هذه القدسية لا أنا وصل طب أنا وصل فضيلتك طب يعني حينما جاء الشيخ الألباني رحمة الله عليه عليه رحمة الله وتناول بعض الأحاديث تناول بعض مثل حديث ماذا مثلا مثل ماذا مثل حديث مثلا أن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة إلى آخر هذه الأحادث يعني عشان لا يديش بس كثير من أيمتنا ممن سبقوا الألباني ومن من عاشوا مع الألباني قالوا لا بل الحديث محكوم له بالصحة لزي ما أنت قلتك ردبة الحديث نسبية طبقا للمدارس التي وضعت الشروط شيخ الألباني رحمة الله عليه يرى مثلا أن هذا الحديث به ضعف أنا أحترم رأي الشيخ الألباني وأنا مخير بين أن أأخذ بقول الشيخ الألباني أو بقول هؤلاء الأبطال الكبار العلماء لأنه مثل فضيكتك القضية قضية مدارس قضية مدارس هذا معه وهذا معه لكن بالنسبة للشيخ الألباني بما أنه كبير وعالم جهبد والأمة أعطته الإمامة من أقصاها إلى أدناها والكل من الأكاديميين وغير الأكاديميين شهد واتفقوا عليه فإن أقول الألباني له حق الاجتهاد والكتاب ليس قرآنا حتى لا ينظر فيه على الإطلاق من باب النقد معايي دكتور لكن أنا ما بجأة أقول لك والله أنا سبق الألباني ابن حجر وسبق ابن حجر فلان وسبق فلان وفلان 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 وكل هؤلاء أكبر من الألباني وأعظم من الألباني وأعلى من الألباني بل بمراحل بقى كالنطة السماء والأرض أقول والله أنا حقي أنا وقف مع هذا الرأي وما وقف معه في المدرس خطبت سعدتك إزاي تمام وإذا انشقت الأمة مثلا يقال خلاص نطبع البخاري ونضص على هذا الحدث ضعيف أو ضعف أو نحذفه من البخاري لا وافق أو لا توفق لا 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 شوفها فضل الدكتور لا توفق آثار الأمة لا تمحى بمعنى هذا جهد عظيم جدا لعالم كبير قعد 16 سنة يجمع في هذا الكتاب 16 سنة يجمع في هذا الكتاب أنا ستناول هذا لكن اسمها ليه معدش اسمها ليه معدش أنا أزورت الشؤال على هذا يعني فيه كتب سنة تسعة الكتب تسعة الكتب الموجودة البخاري ومسلم واللساء والترمذي والحاكم والمشهور المشهور يعني منها لماذا الهجوم على البخاري تحديدا من مصدقه الخاص طيب يا دكتور آجي عندي دهين لماذا البخاري هو الرأس رأسه ماذا رأسه العلماء في هذا البد رأسه العلماء رأسه الحفاظ المسانيد كانت قبل الصحيح والموطأ وغيره يعني صحيح والموطأات شوف فضيلتك لما جاء الإمام الزهري لم يكتمل المشهور على الإطلاق الذي طلبه منه عمر بن عبد العزيز ولم يخرج لحيز التنفيذ لما جاءت بقى ظروف الموطأات لما جاء الإمام مالك الموطأ ليس لكتاب حديث على الإطلاق بل إنه يشمل الحديث ويشمل أقوى للصحابة ويشمل فتاوى التابعين ختوى الحديث إزاي ولم يرقى إلى مرتبة الطمأنينة من حيث إسقاط الدرجة أو وضع الدرجة الحقيقية للكتاب حتى أقول إن الأحاديث التي به إنما هي صحيحة مطلقا ولم يقول صاحب الكتاب أن كتابه صحيح اللي هو الإمام مالك هو تقسيم الحديث من حيث الصحة وغير الصحة مش عمله الإمام الترمذي وفي نقطة مهمة جدا كعلم الحديث تبلور عليه أوصل أوصل شتان بين أننا نتكلم في فن اللي هو علم الحديث زي برحض كقواعد الإمام يقول والله نشتردت الصحة في كتابه هذا وكتابه هذا صحيح لو وافقوا الأئمة إجماعا واتفاقا عذاك وتلقت الأمة ذلك بالقبول أقول خلاص هذا كتاب صحيح إنما بنحبا نقول لك كتاب كتاب صحيح صحيح بنحباه ما احترام يجريه وفيه صحيح بنخزين وهنا هو بالصحيح صحيح كتير لا هذا على الإطلاق إذن يا دكتور أنا بجأ أنظر للقضية دي يعني لماذا يقال صحيح على شرط فلان حتى يكون هناك دقة يعني أيوة أنا عايز أرجع بس للسؤال فضلتك سألته للوقت صد لماذا البخاري لأن البخاري أمير المؤمنين فهم الحديث ولأنه الرأس المقدم في ذلك ولأن كتابه الكتاب الوحيد الذي تلقته الأمة بالقبول بعد القرآن فإن أسقطنا البخاري فما بعده أيصر يبقى أنت أسقطت السنة بأسرها وإن أسقطت السنة أسقطت الدين بمعنى أن تعرف أن القرآن أتى في كل شيء صحيح لكن أتى به مجملا فصلت السنة كل ذلك يعني الصلاة مواردة في القرآن لكن خليني أكتفي بنصوص القرآن أعرف أصلي أنا معرفش عدد الصلاة ما أعرفش الأركان من الواجبات من السنة من كيت من النواقض إلى أخرى ذلك أمور الزكاة بالنسبة لي تقيدها وإجمالها بالنسبة لي تفصيل ما جالش في القرآن طب أقول الرد بسيط ممن ينتقد يقول لك نقلد سنة النبي عليه الصلاة والسلام العملية فقط في نقطة مهمة الرسول قال صلوك أمور أيتموني أنا وصل أنا وصل والله أجيب عليك طيب خلي بقى الفضيلتك جدا إذن أنا عندي ذهب ليس بموجود لا عند اليهود ولا عند النصارى ولا عند أي طائفة اللي هو إيه الاعتماد على صحة السند والنظر في الرواب خدت لحظك زي والأمة تمتعت بالأسانيد أجي بقى الفضيلتك بتقول إيه أخذ والله السنة العملية أخذها منين الشيعة أخذها من البهرة البهرة عندك بيخلوا خطبت الجمعة بيتبقى يوم الخميس خلت لهم في مصر اللي عايزين أخدوا بسجر الإمام الإسم والبتاع الحاكم المامر الله ده على فكرة الحاكم المامر الله ده كان مجنون كان شيء مجرم وكان وكان من الدورة الفاطمية طبعا مش كده باس فاطمة منهم براء مش من ذوريترين بل قال ابن كثير عنهم هم أنجسوا الناس باللفظ كده وعلى فكرة الذين ينسبونا يسمونا الفاطميين ده ده كبرهم 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 في بلاد المغرب الذي أساسهم هم أطهم من هناك أبنونك أصلا كبرهم يهودي وليس بمسلم معقول إيه وربي هنبقى نعملنا نفرد له حلقة قريبة طيب وعلى فكرة يا دكتور ده كده هم اللي عمضوا الأزهر الحاكم بأمر صح وكان عاملينه عشان درست المذة بالأشعاري فقط طيب هو الآن الأزهر يدرس الأشعاري لا 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 أصد الشيء الشيء يا دكتور لا أصد مع ذا الله المذة بالشيء وأبى الله إلا أن يحوله لقلعة سنية أرجع مرة ثانية الحاكم من أمر الله يا دكتور كان يقل يوم الجمعة في مساجد أهل السن إذا لم يسجد الجميع له أمر بذبحين جميعا يدخل المسجد الله أكبر نعم إنما سجرش بالإجماع يذبح تعرف مات إزاي أراد أن يفجر بأخته كان عايز يعمل الزنة بأخته فقيضت له رجلا فقاتله عند المقطع بلصتوا عشان ما نعيش في الوهن الباردون مع احترامي شرط الوهن منهم حينما يلقى سيدة اللي هو الكبير دي اللي جاء عندنا وصل دي لابد أن يسجد له ثم يلقى القدمين وربي كده وحكم هذا في ميزان الشرع الإستانية حكمه أفتد دار الإفتائج خلالنا أبدأ بعندنا في ثلاث فتاوى أيوة بأن طائفة البهرة مشركون مشركون وأنهم غير مسلمين شيخ عطي أصار بتفصيل المسألة بالمناسبة مشاهد الفتوى من على الموقع دار الإفتائج أهم نقول لك ثلاث فتاوى ثلاث فتاوى مش واحدة بس يوم عندي إذن مدنا بنسخة منهم أحاضر تعال الشيخ عطي أصار لجنة دايمة حكمت عليهم من خلال ذلك بالكفر الأكبر المبرج على المل خلتناها ذاك زي فإن كان نظهر حكم السعودية على إيه تباطيبة جدا هنا هون زي ما تشاهد مش أحسن من كده حكمت بالكفر خلتناها لساعدك يبقى أنا أخذ بلول طب النصاريون النصاريون معنونش صلح وظهور يا دكتور الصلاة الأولى صلاة علي الثانية صلاة فاطمة الثالثة صلاة حسن الرابعة صلاة الحسين الخمسة صلاة محسن والظهور تمرك عال ولو عايز ما زود أزود خلصة المسألة تعال الأباضي تعال الزيدي تعال إذن لو أنا جاءت أخذ سنة أخذ من 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 دول ده يقولك أنا نائل عن أهل البيت ولا يقولك أنا نائل عن فلان ولا يقولك أنا نائل عن فلان لكن اللي يحفظ للأمان مني يا دكتور الإسنات والإسنات لا يوجد عند أحد إلا عند أهل السنة أبدا أبدا الشيخ ابن تبير رحمة الله عليه عليه رحمة الله عقب على ذلك وبين أن الله متع هذه الأمة بالإسنات بخلاف الشيء عليه سعيد لي عن فلان عن فلان عن فلان هذيك مثال في أعظم كتاب عند الشيء مثلا في المجالة أنا فاكر رقم 2 3 5 المهم أصول الكاف للكلين كلين هذا من أخطر الكتب شوف يا دكتور خد بقى مني من أعظم الأسنين اللي فيه عشان تعرف قوة الإسنات عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورضا يقول لك أنه راكب يعني علي بن أبي طالب ركب عفاية عفاية المقصود بين مين الحمار خدتر عليك زيك لغاية أنا مشكلة من نبي ركب الحمار وعيز ركب الحمار وكله صوت الله والسلام علي فأقول لك فالتفت الحمار إليه الحمار بصله كده بصل سيدنا علي والله يا دكتور محمد نزلت البلد خلتهم جابوله حمار وطرس امسك رجليه على وجبت رسولة فيه ليوم ممكن أبدا إلا بيقوم لفف رجليه معها المهم خلقين الله على كل شيء قضي ماشي لف شو بولك إيه بعد ما التفت كده ده علي بن أبي طالب يحكي مع هذا الله علي يقول عن علي بن أبي طالب قال ركب النبي عفاية النبي ركب الحمار خدت بالحضة كزي فالتفت الحمار إلى النبي ماشي وقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله الحمر بيفدي النبي بحمر وعمار ذكر وانث احنا نفدي النبي بأنفسنا وأهلينا وما نملك والمهد والأرواح والشعب بيفدي النبي بحمر وعمار بقول له بأبي وأمي أنت يا رسول الله خدت لك حدثني أبي شوف الحمر رجع وراك اللي إيه حرف زيادة بقوله الشيخ صوب ده بخبر حشي حشي بقوله حدثني أبي عن جدي عن أبيه أن نوحا ركبه أنا عندي أربعة في الإسناد حمر اللي وراك جده عن أبيه وبوه في الإسناد وجده يعني هو بقوله عن أبيه عن جدي عن أبيه أربع حمار أنه نوح ركب الجد الرابع الرابع دي الجد التالت له يعني أيها في دي هي دي بفضرت فأقول إيه أنا نوحا ركبه من جد الثاني وقال يخرج من صلب هذا الحمار خاتم الأنبياء يعني هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعني يخرج من صلب هذا الحمار حمار يركبه سير الأنبياء ده سيدنا نوح اللي قال ايوه ايوه شوف يركبه سيينه الانبياء يعني خاطمه الانبياء لهم محمد صلى الله عليه وسلم شوف يا دكتور حيطة مهمة قوي فأقوله ايه فالحمد لله الذي جعلني هذا الحمار يعني شوف شوف يعني نواد الحمار دي بين نوح ومن سيدنا محمد الديام ردح من الزمن الاف سيدنا الاف الحمار ما بيعيش اقصى مدة زمنية خلاه عشر سنين وكل جيل بيشترك مع الثاني في جزء من عمره ومن حياته يعني ما يجيه محترامي سيدنا نوح يبقى قابل النبي بتلاتين سنة او خمسة وتلاتين سنة او اتنين وتلاتين سنة اقبلها ازاي يعني اقبلها ازاي لا مش كده كان النبي ذات ولد ما هو معناه ايه محترامي لان المقصود به البعثة الامر قيم على البعثة والنبي بوعث عنده اربعين سنة وستة وشهور وواحداشر واثناشر يوم ماشي يا دكتور نعم اذا كان النبي مولود ونحرك خطر حدك زي صحيح دا مسخارة مش اسنين يعني ما ننضمش حتى مخ حتى في الكتابة ما نجبت لك هو عشان تاخد بلك بقى نعم ان النعمة التي من الله بها امتن بها على امة محمد صلى الله عليه وسلم يا امة الاسناد ولذلك من يريد ان يتكلم عن سعيل بخاري وان يتكلم في سعيل ام بخاري لابد وان يكون ملما بهذه الامور طيب يعني الكلام طيب ارجع تاني مع ذلك لماذا البخاري تحديد احنا قمنا الرأس نعم سقطه سقط السنة عارف عزيز سقط السنة ليه لتقود الدين لتنين يخدموا الشعب من ناحية النقطة التانية لأ عشان كل واحد يقول في الدين بمزاجه ام بولا كيان انت هتحجر عليها لا 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 القرآن بتاعه احنا قرآنيين القرآن بتاعنا يبقى ضمر ضمر والحياذ بالله يعمل على تقود الدين ايوه هل للشيعة الروافض صلة ودخل بهذه الشبهات التي تدار حول الإمام المخلوق ايه والله ماهي صلة سياسية سياسية اه سياسية والثانية محترامي تدخل في الأمر المعتقد يعني في الاعتقاد نريد تفسيرا اه من ناحية السياسية نعلم أن إيران الآن بعد أن كانت هي الدولة راعية للإرهاب بعد أن كانت هي الدولة التي تحمل الإجرام والإرهاب وهي التي فتتت شعوب المنطقة وزرعت فيها دولا ودويلات زي لبنان زرعت فيها دولة لا أقول دويلة دولة داخل الدولة مسلحة تعتدي على اللبنانيين من أهل السنة حزب الله بل واعتدت على دولة أخرى وانتهكت سيادتها وذرحت أبنائها وأطفالها ورجالها ونساء في سوريا اللي هو حزب الله والعزة بقتل ولد اللي اسمه بتاعده طيب هذه ورقة حسب نصر الله اه بتاعها مش نصر الله التانية الورقة الحوثية في اليمن في اليمن رغم أن الحوثين يا دكتور لا يزلون على 7% في اليمن لا يزلون على 7% تمام هذه الورقة سلحتها إيران بكل أنواع الأسلحة حتى أضحت تقاتل اليمن من ناحية وتقاتل السعودية من ناحية أخرى خلت تلحظك زي والآن نراها قد احتلت صعدة واحتلت عمران وكانت متجهة إلى صنعاء والآن بتشلك الحكومة رغم أن في الرجل اللي مسك الحكم دي اللي يلغى البندي طيب الورقة الثالثة في العراق لابد يمسك رئيس وزراء العراق دي لابد يكون منذوب سامي من عندي إيران لماذا؟ لأن هي مستورية على خيرات الإيران وذات البصرة العراق ثالثا عشان العراق تبقى هي المنفذ لها على أساس ما يقول لك ده في حكس مع عقوبات اقتصادية هي اللي بتصرف له وتجيب له وتورد له وكت وما فيه أي شيء على الإطلاق ما دخل إيران بالروافد هي القاعدة الرئيسية للروافد هي الدولة المتبنية لتصدير الثورة الإيرانية من خلال فكر 12 الدولة الإيرانية لا تؤمن على الإطلاق إلا بالدم والخراب لأنهم يوقنون بأن الذي في السرداب والمزعوم بتاعهم من يخرج إلا بعد صفك الدماء والعبث والفساد في كل الأرجاء وبخاصة في أرض مصر خلاصة المسألة أنا في كتاب يا دكتور لله ثم للتاريخ كشف الأسرار صفحة 87 السيد علي سيد حسين موسوي بيقول وكان عز صديق مرجع شيء من النجف كان عز صديق للخميني بقول لما رحت للي بالثورة الإيرانية لما نجحت خدني على جنب وقال لي سيد حسين أنا الأوان قلت أنا الأوان لأن ننتصر لإماتنا الكرام أنا الأوان لأن نذبح المواصب وأن نهتك أمراء أهل السن وأن نرمي لنساءهم وأن نقضي على أطفالهم بالنص رجع وراني سيد حسين أنا الأوان أن نحول القبلة إلى كربلاء زي ما قالها بالصوت والصورة اللي اسمه اللي اسمه نور الملكي له وانا أظهرتها له على قناة صف لما قال سنحول القبلة للعالم بأسره إلى كربلاء خدت ورحضاك إزاي؟ مش كناه بس قاله أنا الأوان لأن هذا كلام خطير ده أنا بقولك صفحة برقم الصفحة لأن نحط ممكة والمدينة وأن نمحو ممكة والمدينة من على وجه الأرض لأنه ما صارت معقل الوهابين لأن عندهم المهدي أول حاجة يعملنا في بحر الأنوار أول شيء يعملوه خلي بالك من دي أيها هجم مسجد مكة على الأرض يسويه بالأرض هجم مسجد المدين بعد كده يخرج أبا بكر وعمر يعني يخرج أبا بكر وعمر طريين نديين ثم يصلبهما ثم يحرقهما بعد ذلك يخرج عائشة ثم يجلدها ثم بعد ذلك كد خدت ورحضاك إزاي؟ ثم يا دباح العرب إلا حاجات ما تجيش على من واحد متأل العيار قوي خدت ورحضاك إزاي؟ وهم عايشين على الخرافات وشوف اللي بتاون عليه نفسه يمسيق سلسلة يا دكتور ويرجع يجيب سف ويعمل كده ويا حسين يا حسين لا لا سيبك حتى من شركات دي أنا بقولك يجرح نفسه يعوّر نفسه لأنه بيسيب مخه تكرم المداس بره قبل ما يخش البتاعل الدخولة دي فرصة المسألة إيران هي الرائعة يعني لهم غرض سياسي طبعا وإيران هم مسلمون دكتور الزغبي لا لا باختصار مسلمون ما بيقولش أي أو لا بنقول أي يا دكتور أيوة عوامهم لا نحكم عليهم بالكفر ولا نخرجهم من دارة الإسلام نقولهم ملبس عليهم مدلس عليهم نأخذ بأيديهم إلى الجنان لا إلى النيران أما أي ماتهم أشيخهم أشيخهم بتجد التفاقع على معنى كفار كفار ليه يا دكتور ليه يا دكتور نعوذ بله أن نكفر حد ما يكونش كافر ليه أولا لأنهم يقولون بأن كتاب الله جل وعنا مغير يؤمنون تماما لأن الكتاب هذا دخله التحريف والتبديل والتغيير والزيادة والنقصان وانتعرف أن من قال بتبديل حرف واحد من كتاب الله جل وعلا بزيارة النقصان عمدا فقد كفر وهذا ثابت لعلي وغيره في الأثر الصحيح يا دكتور هؤلاء يقولون بإصطلاف العظيم والعذب إبن الفاحشة في أم المؤمنين في عرض النبي صلى الله عليه وسلم وهذا متفق عليه بين أهل العلم على أنه كفر أكبر بواح لأنه فيه تكذب لله جل وعلا وردي على الله جل وعلا كما جاء في صورة النور إلى آخر هذه الأمور والتعلم في عرض النبي إلى خلاص يقولون بكفر أصحاب النبي عدى ثلاثة إرواية ثانية عدى أربعة عدى أربعة وهذا الأمر ما احترامي أن كفر الصحابة عليه ثلاث أحكام كما جاء في نوع خلاصته من ضمن الأولان من كفر الصحابة وكفر سوادهم الأعظم فهو كافر كفر أكبر مخرج علم الله يا دكتور خلاصة المسألة أن الكبار دولا شوية متفعين المجرمين وإيه الشعر حين بتحرك أوراقها في المنطقة من خلال زي ما قالها ياسر الحبيب الشعر دهو المربي في لان قالها لك إيه أن إيران تستغل بعض الأزهريين بالأموال كما تستغل الإعلاميين بالأموال يعني ترسلين من أموال متدفقة كيف ولذلك واحد من اللي بطع الواتي لماذا تستغلون بالأموال نطرف الأجابة بعض الفاصل شهدين الكرام نجدد لكم التحية في برنامج القضية ومع نجدد التحية لضيفنا الكريم وعلى أمنا جليل للأسيد الدكتور محمد الزغبي مرحبا بفضلتكم فضلت الدكتور حياك الله وإياك وبرك وإياكم بإذن الله واصلا بما سبق يعني مسألة الروافض ودخلها بالشبهات التي تثار حول صحيحة البخاري شوف يغذون الكثير أو الكثيرين من الإعلاميين والأزهريين أنا نزلت أزهريين الشيعة خلت أولحظك إزاي وكان آخر كان في زفتة راح نظره أمهربان واخد جايب عربية من اليابتع النقل كبير واخد بعزر فالشيخ حسن شعات أزهري أطبع أخلصت شوفي دكتور لماذا يغذونهم بالأموال لماذا أول شيء لإيجاد أرضية لهذا الفكر الشيعي الإجرامي في الأراضي العربية وبخاصة في أرض مصر خلت تلحظك إزاي بخاصة في أرض الأزهريين لما مصر لما مصر أولا لنظرتين النظرة الأولى على أنهم ينظرون على أن مصر هي أرض الأزهر وأن الأزهر أسس للكيان الشيعي وأنه لابد من استعادة ذلك مرة ثانية خلت تلحظك إزاي هذه واحدة وزاك الاسم أحمد النجاد لما جيه مصر خلت تلحظك إزاي وعمل الحركتين المعروفين كده وأم عمل علامة الانتصار يعني إحنا قلنا للأزهر مرة ثانية آه النوط تتلح إيه الحركتين دول هو بأن يعمل كده حركتين الله يبنك فيك يعني قصد بهم والعياذ بله والعياذ بله اللعنة على الصاحبين الجليلين للحبيب صلى الله عليه وسلم ولذلك إحنا قبل ما يمشي وأنه كيف الحركة يعني كيف يعمل الحركة ما عدت عشان لا نحاك يعني أنا قلت أيامها قلت أنا على الهوم وشارطا قلتني بولي أحمد النجادي ستكون كالشيطان وستحصار بل سأقول لك بإذن الله لو دخلتها ثانية لو وضعتك في الصندوق الزبالة في المطار ولن يجرؤ أقاص أوداني أن يمنعني من ذلك خلاص يا دكتور عشان بس استعادت الأزهر مرة استعادت الأزهر استعادت الأزهر دي نقطة يا دكتور يريدون احتلال مصر لا مش احتلال مصر أمال يريدون تشيع المذب الشيعي المذب الشيعي إلى مصر مرة ثانية على اعتبار أن مصر شعبها شعبي فيه العاطفة الجياشة وفيه المشاعر محترامة الكيت وأن الشعب المحبي لأهل البيت يدخل لك من هذا السياج يا دكتور إلا أهم من دي يؤمنون بأن المال الذي سيخرج من السرداب لن يخرج إلا إذا تناثرت الأشلاء وتساقطت الدماء وظهر الفساد في أرض مصر دهي بالزال ويجي يقول لك إحنا بنحب مصر أيضا ده مذكو 22 رواية في ذنب مصر عندهم آه من يقرأتون ما بيكره هنا على الرحمة 22 رواية تبعين لك إن مصر دي أسوأ من اليهود وأسوأ من كت إلى آخر هذه الأمور هل يقول لك إنه بنحب مصر إذن عشان النقطتين دول شوف يا دكتور فيه إعلامي مفضوح أنا بيش أذكر اسمه من اللي آيم بالحرب على ثوبة الدين وآيم بالحرب على وصول الدين لا 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 بيقول لك شوف يا دكتور أول ما اشتغل عمل نفسه برامج يجب فيها الصحابة مع آل البيت ويطعم في الصحابة ويطعم بقوة في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم ليه عشان يزيل المحبة التي في صدور المسلمين من أهل مصر تجاه صحاب النبي صحابة وحتى يزرع الشك في صدور المسلمين تجاه الصحابة وحتى إذا بيّن أن الصحابة اعتلوا على آل البيت وظلموا آل البيت اللي هي محترام المظلومية التعشيعة إلى آخر هذه الأمور يجد مكانا في القلب يستقبلوا كلامها تخلت لحظك زي؟ مش كده بس بعد كده أطلق العنان في الكلام على صاحب الجل على أبي بكر وغير 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 إلى آخره مش كده بس بل إنه جاء للسخرية من القرآن فسخر من آية قرآني على الهوى مباشرة وهي موجودة مفضوح بها على الشبكة العنكبوتية ليه؟ لأنه زي ما تعرفوا الروافط بيؤمنوا بأن القرآن ده دخلوا التحريف والتغيير والزيادة والنقصة ذهب عني ما أهلك عنه سلطانية لا 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 ولو أن أهل القرآن خلت لحظك زي؟ وسخر منها إلى آخره خلاصة المسألة ده مثال مثال ثاني فيهنا راجل عندينك كبير السن ما بيختشيش عمل طريقة وادعي أنه وكي يقول الصوفية في مصر والصوفيون منه براء مصر حريصة على محبة الدين حريصة حتى وإن كان عنده بعض شيء لكن لا يمكن أن يتقع في هذا المأزق الراجل دي في قرآن كل شوي يروح يجيب الشنطة ويجي وانفهمهم أنه هو اللي بيدير الدفع الراجل دي المحترامي أنا كنت داخل معهم مناظرة في قناة جميلة اسمها سي بي سي بعد مناظرتي لتاع الصوفية اللي كمعبلي منه طبعا هرب من هذا الراجل؟ بعد ما جيه كفاية كفاية من معروفة هذا الراجل يا فضلت الدكتور محترامي أنا مسيكله بالصوت والصورة وبيتحجث عن نكاح المتعة ويمدع في نكاح المتعة ويمدع عند له وهو يكفر عثمان رضي الله عنه وارضاه عند له وهو يشتج على أبي بكر وعمر ويعني السباب اللي مالوش حل في عمر ابن الخطاب بعد إذنك وفي أم المؤمنين الطاهرة عائشة طيب أين الأظهر من كل هذا يا دكتور؟ هو أليس هو قمينا بي أن يحافظ على الدين الإسلامي وعلى صورة الدين الإسلامي؟ هذا ماذا يصنع؟ أنا أقول هذا كان ماذا يصنع؟ لأ أنت تقولي ماذا تصنع لو كنت أنت؟ ماذا تصنع لو كنت أنت؟ أقسم بالله الذي لا إله إلاه لا أولا عالجته بالحكمة والموعظة لكن إن لم أستطع على الإطلاق أنا أؤمن بالتخصص تعال يا رئيس الجمهورية تبتقولي أن مصر الإسلامية؟ مصر إسلامية الدستور بيقولي في المادة أم أحترامي في المادة الثانية إيه؟ أن الإسلام هو الدين الدولة مصدر تشريع وأن الشريعة الإسلامية مصدر التشريع خلاص يا دكتور؟ يبقى أن تطبق هذا الكلام والناس دولا بيلحدوا في دين الله وبيهتكوا في ثوابت وصول الدين يكن أمامهم الوقفة الرادعة لا فلعنا أطلع على هذا المنصب أنا أقول أنا محمد الزغبي المنصب بتاعي هأقوم لعنه على طول وأعمل زي الأول من أبطال أئمة الأزهر المشكلة يا فضيلة الدكتور اللي أنا أعيز أقولها لك عجلة الأزهر يعني ما احترامي دخلتها يعني أعطاب كثيرة جدا يعني لما سيس الأزهر ما احترامي فقد الكثيرون أثقة في أبطاء في مراحل كثيرة من عبد النصر ونت جاي الأمر الثاني لما صار شيخه الأزهر بالتعيين وليس بالانتخاب كان الأمر مؤلمة جدا ليه لأنا أنا أتحكم أنا أجيبه وأحط معايا الأمر أو دي من فترة طولة برده الأمر الثالث إن الأزهري فضيلت الدكتور سكت عن كثير يعني الأفلام الكلاة القديمة يجيب لك الأزهري يضرب على بطنه أين الفتى والملوخي ولابس لبس الأزهري لا يجيب لك الشيخ الأزهري ماشي وبالعمة وككولة ومش في الشارع ويجي العرباق يقوم باري براه بالكرباق يقول له يا شيخ يقوم نطط بريق ليه كده زي البهنوان لا 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 شوف شوها الأزهر من شعره إلى ظفره رغم أن الأزهار مؤسسة عريقة معتدلة وسطية لو أنها أدت واجبها كما ينبغي لما كان للجماعات ظهور ولما كان للمغالين ظهور ولما كان للمفرطين ظهور تمام بارك الله فيك الكل إذن يتكالب ويحاول تشويه الأحاديث التي وردت فيه الإمام البخاري أنا أعتقد أنه على الساحة الآن لم يسأل أحد منا نفسه من هو البخاري ما اسمه ما قوة حفظه ما علمه ما شهادة الشهود في عصره عليه تمام سؤال وجيه ولا بد أن نتجأ إلا جاب إليه من هو البخاري فضلت الدكتور حينما نتكلم عن إمام عظيم كبير حافظ كالإمام البخاري فنقول أولا هو محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة أبو عبد الله تمام أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة أبو عبد الله هذه كنيتهم ومن بخارة من مدينة بخارة أصلا وما عندهم من إيرانيا شوف شوف أنا مش عزة أذكر لنفذة الله هو من مدينة بخارة نعم شوف يا دكتور بلاد فارس من أسباكستان حاليا أسباكستان من أسباكستان خلت ألحظك إزاي لكن هو هل هو من لا هو من مدينة من موليد مدينة بخارة ذاتها خلت ألحظتك إزاي طي اللي يا فين في خرصان الكبرى اللي يا في خرصان الكبرى اللي كانت تضم إيران زي ما عفضت للكل إلى آخر هذه الأمور بلاد فارس قديمة لكن الأصل من مدينة بخارة طيب هو إمام حافظ وهو إمام أهل زمانه في الحديث في الحديث هو إمام أهل زمانه أنت تقول لي هذا الكلام من عندك إنشائي لا هذا ما تلقته الأمة من خلال العلماء الذين كانوا بحضرة البخاري في كافة الأقطار والأمصار وشهدوا له بذلك فضلت الدكتور وكتابه الجامعة الصحية فضلت الدكتور أجمع العلماء أجمع العلماء على قبولي وصحتي ما فيه المن بخاري فضلت الدكتور ولد في ليلة الجمعة فضلت الدكتور ليه 13 من شوال سنة 194 هجري سنة 194 هجري الإعجاب والإعجاز هنا دكتور عشقل سنة تقريبا مات أبوه صغير يا دكتور شوف عشان أقولك بس شوف التربية مات أبوه صغير تولت أمه طربيته يقول عن نفسه ألهمته حب الحديث حتى في الكتاب داخل الكتاب أتم حفظ القرآن قبل العشرة ولما بلغ العشرة ألهمه حب حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فأخذ يحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فكان قد قرأ كتب الحديث أي إجماعه وحفظ كتب ابن المبارك وحفظ كتب وكيع لما أتم السادسة عشر من عمره وعلى فكرة دكتور لو هو صغير وهو صغير في الكتب عند العشرة عشان نشوف بس آيات ربنا في أمثال هؤلاء ذهب بصره كما جاء في هادي سهري في سير عالم نبلاء صفحة 78-709 في هادي سهري وفي السيار الجزء عشر في الترجمة إيه اللي حصل ذهب بصر الإمام البخاري وطفل صغير أمه طبعا أخذت عمية عمية تماما أمه أخذت بالأسباب يا دكتور وذابت إلى الأطباء هنا وهناك لكن سبحان الله كانت تأخذ أيضا بتوكل على الله جل وعلا كانت تقوم الليل وتكثر من الدعاء وتدعو للبخاري فرأت إبراهيم الخليل ودمروية الإمام البلخي قال فرأت الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم في منامها ويقول لها يا امرأة لقد رد الله بصرا ولدك عليه بدعائك له شك الراوي دول الإمام البلخي أو قال أو ببكائك عليه قد تولح ذلك إزاي قال البلخي فقمنا في الصباح فرأيناه يبصر كما كان أي ذهب العمى بالكلية عجيب يا فضلت دكتور الكلام في البخاري يعني حد الآن لسا مرخلناش الشاطئ بدعا الإمام البخاري وأعتقد أن الوقت يعني الوقت انته يعني أنا معي أقل من دقيقة أود أن أتكلم عن حفظه أه قل هذا الرجل كان عجوب في حدة ذكائه وحفظه أنا أجيب لك حاجة واحدة بس فضل إسماعيل بن حاشد ونجيمه يحكيان أنا أخلي رواه على لسن من إسماعيل بن حاشد بيقول كنا نختلف إلى إئمة البصرة فنحفظ منهم ونكتب عنهم وكان معنا البخاري فلما رأينا البخاري لا يكتب في اليوم الأول لا يكتب يوم الثاني لا يكتب حتى مضى على ذلك ستة عشر يوما فاستشف ما بيكتبش فكنا نقول له لما لا بتكتب يعني ظل ستة عشر يوما لا يكتب لا يكتب يسمع فقط آه عدو العدو أنت بتكتبش ليه ما اللي بتيجي معنا ليه قال ألححتم علي وأكثرتم معي كل يوم تقولولي اعرض ما عندكما على مدار الجلسات قال فعرضنا خمسة عشر ألف حديث يعني من اللي احنا كتبينهم فالبخاري بيت في المجالس فما كان من البخاري إلا أن أسمعنا حفظا الخمسة عشر ألف حديث فكنا نحكم كتبنا من حفظه كان ببعا عندنا احنا أخطاء في الكتابة عجيب فكنا بنحكمها من حفظ الإمام من حفظ البخاري بارك الله فيك شيخنا وربما نحتاج إلى حلقة يعني الثانية نكمل مناظرات البخاري والمحن التي فيها والكلام على الصحيح خصوصا وعنده أيضا التاريخ وليس فيه أحاديد بنفس درجة الصحة المهولة وعند في خلال دكتور وإيه كمان نحن عايزين تجيب الترهات اللي شغال على الأمام بخاري تضحك يعني أنا شفت حلقة فأولد بيقولك الحديث الأغارانية أنا بس عايز أخطب بها في نصف ده غير قلقت مشيخ تتصل واللي أعدين أعدين هذا غرانيك وإنه قالوه في البخاري وسلمواه في البخاري أنا بقول حاجة واحدة لما يجي يا دكتور أنت تقول لي لدي حق أن أتكلم في البخاري بقولك طيب عندك إيه بتقول لي حديث الغرانيك أهو تعالت بحثت إزاي أه تلك الغرانيك أقول على وإن شفعت هنا لا ترتج أقولك تفضل أنا صحي البخاري طب إن كان البخاري ما تعرضش به ولا ذكره ولا هو في كداوي أعمل إيه يبقى أنت إيه يبقى إيه جاهل وإيه كمان مغرد وإيه كمان مفتري وكذاب صحيح طيب أنا كمناظر إن ما كنت قاعد أقول لك تعالت فضل أنا أكتب البخاري وربنا البخاري ما تعرض لهذا ولكن تعرض لحديث مطلع أبدا ولا ذكر الغرانيك ده من عدة أيام دي طنطنوا عليها بالفعل والمشاكتين موضوع عندنا في القضية أقول لحضرتك البخاري لم يتعرض ولكن أتى بقصة النجم وسبون المشركين دون الغرانيك على الإطلاق من إعجاز القرآن وبلاغة القرآن خدت لحظتك كذي إنما إيه اللي حاصل الإمام الحضر بن حجر في الفتح وبيشرح البخاري لما جاء في هذا الباب تعرض لحادثة الغرانيك خدت لحظتك كذي وعد يتكلم من طريق سعلي بن جبر كنت تم الموضوع إذن ده شارح ده شارح أما الصحيح اللي هو الجامع بتاع الإمام بخاري لم يرد فيه ذرح من ذكر الغرانيك ده ده مثال يعني عشان أبين لك إن ده من أبوغزة يعني نقطة معلش معلش أخذ بها نص دقيقة كان فيه واحد كان فيه واحد لدكتور دكتور محمد قاعد بيشتغل في الكويت هو جاهل معروش حال واحد مسافر نازل عند أهله قاله أصبر المكتب قابل عمي يقطب ويقطع يقطب ويقطع فخبه له تعرف تكتب قاله أنا عمك اللي بعرف فيه أولا اللي كان جغال شكرا لنسيد على هذا اللقاء ونلتقيق في حلقة القادمة بإذن الله تعالى مشاهدينا الكرام إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج القضية أشكر حضرتكم وباسمكم جمال أشكر ضيفاني الكريم علمنا الجليل فضيلة الشيخ الأسادة الدكتور محمد الزغبي شكرا لنفضي دكتور محمد حياك الله وبياك وحياك في عمرك بارك الله فيك وحتى ضماننا لقوان جديد مع قضية جديدة نستودعكم لها شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم